النهاردة العالم بيواصل هجومه على الهجوم التركي بيواصل هجومه وانتقاده للاحتلال التركي لشمال شرق سوريا في منطقة شرق الفراط المستشارة الالمانية انجلا ميركل اتصلت باردوغان والاتصال استمر لمدة ساعة وقالت له بشكل واضح لابد من وقف فوري لاطلاق النار والعملية العسكرية والانسحاب وترك المجال ليه عملية سياسية وقالت له اللي انت بتعمله يا اردوغان هيؤدي الى زعزعت الاستقرار في المنطقة وعود التنظيم داعش الى الحياة مرة اخرى النهاردة الامم المتحدة بتقول في 130 الف نازح 130 الف مواطن من شمال شرق سوريا نزح من بيته ومن مسكنه ومن قريته ومن مدنته بيبحث عن ملجأ او مأوى وهذا ما كان يخطط له اردوغان بيقول القوارة التركية ان احنا توغلنا 120 كيلو في عمق 30 كيلو في الاراضي السورية وصولا من طال الابيض في الشمال الى رأس العين في الشمال الشرقي من محافظة الرقة الى محافظة الحسكة الجيش التركي بيتوغل في داخل اراضي السورية النهاردة قصر الاليزيه بيجمع اجتماع ما بين السيدة انجلا ميركل المسشرة الالمانية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو وفي قصر الاليزيه بيان مشترك بيطالب بسرعة بالوقف الفوري لعملية العسكرية وبيحذر من تداعيات هذه العملية على السلام العالمي وعلى اعادة داعش للحياة الاليزيه اصدر وقال ان ما يقوم بيه اردوغان هو اعادة داعش للحياة واعادة تنظيم داعش مرة اخرى ويعطاؤه دفعة معنوية للتحرك بشكل كبير في المنطقة وهذا بيهدد السلام العالمي وقال في الاليزيه قال ان وضع انساني لا يمكن تحمله بيحدث ويجري الان في منطقة شمال سوريا وقال ان ما يجري هو ما هو الا مساعدة لتنظيم داعش ويجب ان نضع حدا لهذا الغزو التركي يبقى اذا المانيا وفرنسا متفقتان على ان ما يجري غزو واحتلال وضع انساني غير مقبول عودة لتنظيم داعش وزير خارجية ايطاليا كان وزير خارجية فرنسا في بروكسل واجتمعوا الاثنين وقالوا ان العمليات التركية تعوق التقدم في مكافحة الارهاب وتنظيم داعش الارهابي للخطر يعني ايه يعني عندي فرنسا وعندي ايطاليا وعندي المانيا في وضع واحد في الهجوم على الاحتلال التركي للاراضي السورية وكان سبق رئيس الوزراء البريطاني قال ان ما يجري هو عودة او اعادة اعادة داعش للحياة مرة اخرى بورس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اتصل به اردوغان وقال ان ما يجري مرفوض غير مقبول بيؤدي الى تفخيخ المنطقة يبقى عندي الدول الاوروبية انجلترا وفرنسا وايطاليا والمانيا بيتفقوا على ان ما يقوم به اردوغان سيفخخ المنطقة الانتحاد الاوروبي نفسه بقى قال وافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغزف المتوسط اذا دولة مزعجة تركيا دولة مزعجة ورئيس تركيا رجل احمق ورجل اخرق بيقود المنطقة الى اتون حرب لن تنتهي يمكن ان نعرف متى تبدأ الحرب لكن لا يمكن لاحد ان يتكهن متى تنتهي اي حرب في التاريخ اردوغان بيقوم باشعال المنطقة اردوغان بيقوم بعمل نازي تركي جديد اردوغان بيشعل ليس فقط المنطقة الاوروبية او بيهدد اوروبا وانما المنطقة العربية ايضا لان خروج الدواعش من السجون من يضمن انهم لا يصلوا الى اي دولة في العالم من يضمن انهم لن يصلوا ولن يبعثوا ولن يرسلوا من قبل المخابرات التركية الى اي دولة اوروبية او هنا كما قال اردوغان فيما مضى وكان ضيفي بالامس مسلم صالح مسلم قال ان هو هيرسل بعضهم الى ليبيا وبعضهم إلى سينة وبعضهم إلى بعض الدول الأوروبية يعني إيه الحكاية؟ يمكن أن يحدث هذا يرسل بعضهم إلى سينة يرسل بعضهم إلى ليبيا يرسل بعضهم إلى العراق يرسل بعضهم إلى ألمانيا في كل الأحوال أن ما يريد أردوغان هو إحداث حالة من القلق في كافة الأوسط